موسيقى في ظل غلاء أسعار المستلزمات المدرسية والتزامن مع التحضير للعام الدراسي قدمت منظمة اليونسيف مجموعة متنوعة من القرطاسية والحقائب لأطفال الأسر المحتاجة والوافدة في مدرسة فارس صبيح دعما لحقوق الطفل بالتعلم معونات اليوم اللي عم نوزعها نحن من منظمة اليونسيف لمنظمة الأمم المتحدة التي تهتم بحقوق الأطفال تزامن توزيع المعونات اليوم أولا مع عيد الأطحى المبارك إن شاء الله العام وأنت بخير وبلدنا وقائدنا وشعبنا وجيشنا بألف ألف خير يا رب وتزامن أيضا مع يوم الطفل العالمي يوم الطفل العالمي هو يوم التأخي والتفاهم بين أطفال العالم فهاليوم هذا نحن فعلا ترجمناه اليوم ترجمناه حقيقة فعلا تأخي وتفاهم وتحاضب بين أطفالنا أطفال مدرسة فارس الصبيح والأطفال الوافدين اللي بدأتهم اليوم توزيع المعونات اليون فنحن بنعرف من حقوق الأطفال من حقه أنه يتعلم كل أطفال العالم من حقه أنه يتعلموا والطفل السوري أهم أنه فعلا يتعلم رغم كل الظروف والمحن اللي عم يتعرض إلى الطفل السوري لازم يتعلم لأنه ليش بلدنا نحن هو عبارة منارة للتعليم هو ساحات التعلم والتعليم وبلدنا نحن رائدة كتير في مجال الهلم والتعليم كونه التعليم الزامي ومجاني ومتوفر لجميع الأطفال فأنا أطفال مدرسة فارسويح بدأت تشكرها المنظمة العالمية منظمة اليونسيف على هالمعونات اللي عيادتهم هلأ بها العيد هذا وقدمتهم معونات المعونات كيف نحن استلمناها نستلمنا تقريبا 24 صندوق بيحتوي دفاتر قرطاسية شناتة أقلام يعني قرطاسية كاملة للطفل فنحن قبل بيوم جينا عن مدرسة الظهر يعني الساعة تقريبا أربعة بقينا شيء ثلاث ساعات أفرغنا محتويات الصناديق كلها ورتبناها بشكل منظم ونحن هلأ الحمد لله كل شعبة بشعبتها مننزلة بيأخذوا كل الأطفال نحن صح الوافدين بس كمان نحن أطفالنا الكل وزعنا تقريبا نوزع للمدرسة بالكامل مرح نخلي الطفل إلا بيعيدوا بيأخذ نوع من أنواع المعونات اللي اتقدمت من نظمة المنسيف أنا وافدة من حلب وبتشكر يونسي رعوزعونا قرطاسية ونشاء الله نرجع لمدارسنا وبيوتنا أنا بتشكر اليونسيف لأني عبدبونا هنا المعاونة واني إن شاء الله رح أرجع على مدرستي على حلب ونحن بتشكركم كتير كتير أنا وافد من دمشق إجينا من الشام بس قدمت لنا المدرسة منظمة اليونسيف دفاتر والإقلام والقرطاسية والشناتي وكنت كتير مبسوط بين رفقاتي وبالمدرسة وما حسيت حالي إن إجيت من محافظة تاني أنا وافد من دمشق ونحق إني تعلم وبشكر منظمة اليونسيف على هالإعانات اللي عم تبعت لنا ياها أنا من المحافظة اللاتقية وأنا بشكر منظمة اليونسيف على المعاونة اللي بتقدم لنا ياها وأنا جاي جديد على المدرسة ومبسوطة كتير كتير هنا أنا من حافظة جاي لوني أنا حقيقة على المعاونة وبشكر ليونس لأننا نعطونا أرطاسية مبادرة إنسانية تقل أطفال شر الجهل والضيع وشمعة أمل لإنقاذ براءة الطفولة بالعلم والقلم موسيقى